ساعات بيبقى فيه دغوط مجتمعية انه لأ لازم يدخل تعليم سنوي عادي او لازم يدخل الجامعة على طول علشان يبقى المظهر الاجتماعي افضل فكرة انه المجتمع كله فكره لازم يتغير وان احنا نبقى ما عندناش بس مركزين في شكل الوجهة الاجتماعية والوجهة موجودة احنا خارجين مدارس محترمة بتربطك بالفعل بسوق العمل وبتشوف احدث حاجة ده اكيد افضل بكتير قوي من ان انا يبقى عندي شهادة وانا مش بعرف اعمل اي حاجة بيها ومتعلقة ان علقتها اصلا بالضبط يا فندم وطبعا احنا عايزين نشير برضو المحاور اللي تبنتها الدولة لتطوير التعليم الفني احد اهم المحاور دي وتغيير الثقافة ثقافة المجتمع ونظرته السلبية للتعليم الفني لشيء اخر ايجابي وطبعا التعليم الفني كانت النظرة سلبية لولي لانه زي ما قلنا مالوش علاقة بالطالب بيدرس حاجات مالاش اي علاقة بسوق العمل فبيحصل على الشهادة ويعود في البيت فكانت النظرة لهذا الامر سلبية لكن المجتمع المصري مجتمع واعي يعني هو عارف انه اذا كان لهذه الشهادة جدوى وانه اذا كان هيتخرج من المدرسة دي او من الكلية التكنولوجية ويشتغل فده بالنسبة له شيء مهم جدا وشيء عظيم جدا وده كفيل انه يخلي نظرته لهذا النوع من التعليم نظرة ايجابية الدولة برضو تأكيدا لكلام حضرتك يعني اوجادت بقى المصار اللي هو الكليات التكنولوجية انت بس لو مش حابب تكتفي بالمدرسة وحابب تكمل وتحصل على البكالوريوس فقدامك الكليات التكنولوجية عشان برضو الوجهة الاجتماعية وتبقى حاصل على كلية يعني اتاحت لك الفرصة ان انت ترتقي في السلم التعليمي للحصول على البكالوريوس ثم الماجستير المهني من الكليات التكنولوجية فالمردود اللي الطالب بيشعر به وولي الامر بيشعر به بعد كده ان الطالب بيجد فرصة يتعامل مناسبة ودخل مادة سابت وانه كمان قدامه فرصة ان هو يترقى لدرجات علمية اعلى ويكتسب خبرات اكبر دي كلها برضو سهمت بقدر كبير في تغيير ثقافة المجتمع ونظرته الى التعليم الفني وزي ما قلت لحضرتك دي كانت فعلا من احد المحاور اللي اشتغلت عليها الدولة بالاضافة طبعا للحديث عن التعليم الفني ممكن احنا لاحظنا ده في الفترة الاخيرة اصبح الاقبال من الطلاب واولياء الامور على مدارس التكنولوجيا التطبيقية والكليات التكنولوجية كبير جدا كبير جدا وزيت في الفترة الاخيرة بشكل كبير جدا